سنبدأ من الجزء العلوي ونزل لي لأن دائماً نركز على تمارين الجزء العلوي خاصة باستخدام دمبلس أو أوزان جداً جداً خفيفة فرح نبدأ بها من تقريباً تقريباً لأن أغلب الاعتماد الشخص المصاب سيكون نعتمد على أطراف الترايسبس والبايسبس في الجسم فممكن أن نبدأ أول ما رح نبدأ رح نبدأ بتمارين النشر بشكل جداً بسيط بهذه التكرارات يكون أنه نبدأ بها بأوزان خفيفة بتكرارات عالية حتى نبدأ شوية العضلات ترجع تشتغل لأنه رح يكون عليها ثقل وجهد عالي طبعاً تمارين الأكتاف جداً مهمة فرح تكون تمارين نشر جانبي رح نركز عليها بتكراراتها 15 أو 10 تكرارات بالبداية رح نزيدها كم ست يكون؟ حسب ممكن نبدأ أول شيء بـ 2-6 بعدين رح نزيدها شوية بعدين نشوف اللياقة ما للشخص نبدأ على أساس خبرة المدرب والاستقبال للشخص المصاب همين نحن نشوف شون هو قاعد تطور نعم